دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات المضادة والجرعات المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه نعم وذلك بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس ورفع معدل الملاعى لدى الجميع ضد الإصابات المتوسطة إلى الشديدة بالمرض وما يصاحبها من مضاعفات خلال هذه الفترة من العام تنشط فيروسات مرض الإنفلوانز الموسمية والإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته لذلك حرصت مملكة البحرين على توفير تطعيم فيزر بيونتيك المطور المضاد للفيروس والمتحورات الجديدة منه والذي يعطى كجرعة مرشطة بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس ومضاعفاته وللحفاظ على معدلات مناعة مجتمعية عالية ضد فيروس كورونا حرصت وزارة الصحة على توفير اللقاح سنوياً مع مطلع الموسم ليتسنى للرغبين في تلقي لقاح الإنفلوانزا حيث أوصت جميع الفئات المستهدفة باللقاح ومنها الأطفال دون السن الخامسة والبلغين فوق السن الخمسين والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وغيرهم بأخذه لحمايتهم من المرض ومضاعفاته الشديدة التي قد تؤدي إلى الوفا ويمكن لمتلقي لقاحات كورونا تلقي لقاح الإنفلوانزا الموسمية في الوقت ذاته تسهم الجرعة المنشطة من تطعيم فيزر بيونتيك المطور في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقمين ورفع معدل المناعة لديهم ضد الإصابات المتوسطة إلى الشديدة بالمرض وما يصاحبها من مضاعفات وخصوصاً للفئات الأكثر عردة لمخاطر الأمراض من من يعانون من أمراض ضعف المناعة والأمراض المزمنة كداء السكري، أمراض القلب المزمنة، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، الأورام السرطانية والسمنة المفرطة وغيرها من أمراض نقص المناعة ومن منطلق المسئولية المشتركة لكل فرد في المجتمع تهيب وزارة الصحة بجميع أفراد المجتمع من 12 عاماً فما فوق المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم لتأمين حصانة مجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته